ايه الاخطاء اللي بيقع فيها اللاجئ ده اللي بيخليه بناء عليه ممكن يحصل اقامة سنوية او يحصل على اقامة مختلفة بشكل داني او ياخد رفض السؤال ده كويس جدا لان فيه مشكلة كبيرة وانا بتمنى ان اكبر كم من الاشخاص يقدروا يتابعون على الحلقة النهاردة لان حيكون فيها توعية كثيرة لمشكلة انا شخصيا لما بيجي لي حد المكتب بواجهها معاه المشكلة دكتور ممدوح ان لما بيجي حد بيتقدم لطلب لجوء او مقرر ان هو يجي يقدم لجوء في النمسا بيعمل ايه بيبدأ يسأل فبيسأل مين ممكن ينزل منشور على الفيسبوك يقول مثلا يا جماعة انا رايح النمسا وعايز اقدم لجوء احكي ايه اقول ايه اقدم ايه السبوتيات اللي انا اقدمها بيبدأ اشخاص مجهولين بيبدأوا يبعطوله هما يبدأ يقول ايه او يتصرف ازاي في قضية اللجوء بتاعته دي اول نقطة او الحاجة التانية نيجي مثلا هيقدم لجوء يكون موجود بالكامب يكون معاه اشخاص اقدم منه بالكامب او اشخاص هو بيعرفهم زميله معاه يبدأ يقول لهم احكي ايه قبل المقابلة بتاعته فيبدأ ياخد المعلومات من مصادر هي ممكن تكون الناس عايزة تساعده بس من مصادر غير مختصة فاللي بيحصل بياخد منهم الكلام ويبني عليه قصته ويدخل يعمل مقابلة اولى مقابلة تانية وممكن تبقى مقابلة تالتة في المحكمة ويحكي كلام كتير جدا ممكن يكون ده ما ينتبقش على القصة بتاعته ويسبب له معاناة ويكون هو السبب انه ياخد حماية سنة فدي مشكلة كهيرة الطريق الامثل بالنسبالك لتصاحبين الناس يعني افضل حاجة انا دايما بقولها يعني خليني اديك مثال علشان اللي بيشوفونا يقدروا يستوعبوا الفكرة ودايما بقولها للناس حتى لما بيقولي المكتب حضرتك دلوقتي لو مريد يا دكتور مامدو هتعمل ايه لو ظهر عندك مرض وتعبان جدا هتعمل ايه تروح للدكتور طبعا لا مش محتاج ممكن تيجي لعندي او تروح لأي حد من اصدقائك يكتب لك رشدة وتروح تاخد العلاج ده الحل الاسهل طبعا ده الحل الاسهل صح بس نتائجه ممكن تكون وخيمة بعدين لانه ممكن تاخد علاج غلط يدمر صحتك نفس الشيء الشخص اللي عنده مشكلة قانونية من فضلكو يا جماعة ما تاخدوش استشارات من بعض ممكن الشخص اللي بيديك استشارة دي تنطبك عليه او انطبكت على حد زي عرفه بس ما تمشيش معاك انت ياريت تروحه هذه تقصدي اني ممكن واحد يقوله اعمل بس ده عن تجربة شخصية بالنسبة له لكن الحالة دي مش زي حالة الشخصة نفسه بالزبط بالزبط فمن فضلك لو سمحت اسأل محامي اسأل شخصة عنده خبرة قانونية يقدر يديك الاستشارة المزبوطة قبل ما تقول اي كلمة لان فين المشكلة هنا دلوقتي انا بفضل دايما ان الشخص قبل ما يروح حتى يبصم يسأل ويعرف يعرف هو القانونية يعرف يقول ايه يحكي ايه فيه ناس بتقولي طب انا والله ما لحقتش ان انا قبل ما روح اعمل استشارة انا مسكوني على الحدود واضطريت ان انا بصم وبالتالي معرفش طيب اوكي لو تمسكت وقبل ما تعمل الاستشارة قانونية ما تحكيش كلام كتير يدي اشياء قصيرة عن حاجتك او عن طلب اللجوء بتاعك وبعد ما تاخد اقوالك قبل ما تعمل المقابلة التانية عند البيئة افقى من فضلك اتوجه لمكتب محاماء او مكتب استشارات قانونية يديك الاستشارة تحكي ايه وتقول ايه مش بعد المشكلة في ايه انا بيجيلي الشخص المكتب بعد ما عمل مقابلة الاولى والتانية والتالتة ويقول لي والله انا لغبطت كتير باقوالي اعمل ايه طيب انا الغي الكلام ده ازاي خلاص اللي الكتب الكتب ما قدرش اشيله ويهز المشكلة عشان الناس تفهم معانا ان دراست الحالة بتكون بناءا على الاقوال اللي بتتاخد في البرات اللي بروح يعمل فيها المقابلات طبعا وبناءا عليه بيدرسه حالته ونقن على الكلام ده طبعا وهو لو اخطأ في سرد الاحداث هو ده اللي بيكون له تأثير سلبي طبعا على نتيجة القمر بتاعته صحة كده؟ جدا بسبب المشورة الخاطئة انا عندي حالات مأسوية في المكتب بسبب المشورة الخاطئة اللي هو اخدها من البداية معرفش يعمل ايه اتكلم كلام ما ينفعش ان هو يقوله او حتى لا ينطبق عليه بس حد نصحه فيه وبالتالي اخد رفض وبعد كده ندمين بس احنا ما نقدرش نعدل دوت فلازم الشخص يكون جاهز قبل المقابلة دايما بقول التدريب التدريب التجهيز قبل المقابلة مهم جدا فيه نقطة ممكن واحد يقولي طيب والله انا اتدربت وتجهزت كويس جدا وخدت رفض صح وارد بس فيه حاجة اسمها ان انا اعمل اللي علي واجهز نفسي بطريقة كويسة جدا واقولي الكلام القانوني اللي المفروض انا اسطحك اخد عليه الجوء وبعد كده اسيب الباقي على ربنا طبعا واحد تاني يقولي فيه واحد دخل قال والله كلام ما يتقلش وخد الاقامة اه حظه جي حلو صدفة بس ده مش معناته ان انا ادخل اقول اي كلام واقول ان شاء الله هاخد الاقامة الواحد لازم يعمل اللي علي تاني يقولي emoji انتش ان تعلم